الموعد يتجدد بكم مشاهدين الكرام في فقرتكم ضيف المساء عبر قناتكم مرحبا أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغارب المقيمين بالخارج نسر بوريتا برباطة أن الهوية الأفريقية متجذرة بعمق في المؤسسات والخيارات السياسية التي يتخذها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلل الملك محمد السادس بوريتا أبرز خلال افتتاح أشغال الندواتي الوزارية الإقليمية لشمال إفريقيا التي تنظمها المملكة المغربية وجمهورية الطوغو حول العمل الإفريقي الموحد والهجرة أن المملكة غنية بتفاؤلها الإفريقية الذي تؤمن به والذي يتجسد بالخصوص من خلال سياستها الإفريقية الاستباقية التي تشمل مختلف مجالة التعاون وسياستها الإنسانية بشأن الهجرة وقصد الوقوف في مشاهدين عند هذا الموضوع المهم نسعد باستضافة الأستاذ الحسن بوشماما الكاتب والباحث السياسي أستاذ حسن مساء نور مساء نور أهلا وسهلا مرحبا بكم أستاذ حسن بداية كيف تعلقونا على هذه الندوة الوزارية التي تنظمها المملكة المغربية وجمهورية الطوغو قبل أن ندخل في تفاصيل أولا بالنسبة لانعقاد هذه الندوة في المغرب فهو شيء طبيعي والاعتبار أن المغرب أصبح اليوم بالفعل قبلة للملتقيات الدولية بصفة عامة وبالخصوص الملتقيات والمؤتمرات الإفريقية فالمغرب الآن أصبح حاضرا على المستوى الإفريقي على مستوى المجالات كلها وبالتالي فالمغرب بالتالي شيء طبيعي جدا أن تكون هذه الندوة باحتضان المغرب نعم سيد بوريطا وزير الخارجية يقول بأن الهوية الإفريقية متجذرة بعمق في الاختيارات السياسية للمغرب بقيادة جلالة الملك كيف تقرأ هذا أستاذ حسن السياسة الإفريقية أقول إفريقية هي حاضرة ومتجذرة ليس في السياسة أو الاختيارات السياسية للمغرب لكن أصبحت حاضرة في استراتيجية المغرب ورؤيته للمستقبل جلالة الملك يعد من القادة القلائل عبر التاريخ الذين أولوا اهتماما خاصا لإفريقيا وهذا لا يمكن أن يجادل فيه أحد فجلالة الملك هو رئيس الدولة الوحيد لحدود ساعة الذي قام على مدى عقدين بأكبر عدد من الزيارات إلى إفريقيا هذا من جانب ثاني مسألة وهو أن جلالة الملك وضع إفريقيا في رؤية للمستقبل تقوم أولا على أن مستقبل إفريقيا يجب أن يكون لأبناء إفريقيا وأن تروات إفريقيا يجب أن تكون لفائدة أبناء إفريقيا وأن إفريقيا واجب على المنتظم الدولي واجب على الدول الاستعمارية وواجب على الدول القبرى أن تفي بالتزاماتها تجاه إفريقيا إفريقيا التي أفقرتها القوى الاستعمارية مطالبة اليوم بأن تبتعد كما قال جلالة الملك هنا أقتبس من كلام جلالة الملك بأن إفريقيا لا تحتاج إلى فتاة المساعدات وإنما تحتاج إلى نهضة تنموية وإلى شراكة حقيقية من هذه الزاوية فالمغرب بقيادة جلالة الملك يعني رسخ سياسة حقيقية وهي تسير في إطار تعاون جنوب جنوب والمغرب هنا يقدم خبراته والمغرب يقوم باستثمارات حقيقية ستكون مدرة للدخل وستكون في مصلحة شعوب إفريقيا والمغرب هنا لا يضع أجندات سياسية ولا يقامر أو يراهن على حسابات سياسوية بل المغرب ينطلق من بعد إنساني وينطلق من عمقه الإفريقي فيما يخص السؤال من حيث المؤسسات فأنا أقول بأن المغرب على مستوى هيكلة الحكومة فنحن نلاحظ أن وزارة الخارجية وهي وزارة بحزم وزارة الخارجية فالمغرب يقول بأنها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي كانت سابقا تسامى بالتعاون الدولي ولكن المغرب الآن أصبح يركز مؤسساتيا على التعاون الإفريقي فبالتالي فالإفريقيا حاضرة مؤسساتيا وحاضرة من حيث الاستثمارات الاقتصادية حاضرة من الخبرات العلمية ومن خلال تكوين الأطور الأفارقة في جامعات ومعاهد المغرب والمغرب كذلك حريص على الأمن والاستقرار والمغرب هنا له باع طويل على هذا المستوى ويؤمن على أن لا يمكن أن تنطن هذا إفريقيا إلا أن يستكون هناك تنمية حقيقية مركزة على توابط الأمن والاستقرار نعم ونقطة مهمة جدا ذكرتها حينما نتحدث عن منظور جلالة الملك فيما يخص إفريقيا نتحدث عن رابح وهذه نقطة مهمة جدا السيد بوريطة تحدث عن سياسة الهجرة التي تنهجها المملكة بقيادة جلالة الملك وقال أستاذ حسن بأنها ترمز لهذا التفاؤل الإفريقي ومكنت من تسوية أوضاع عشرة الألاف من المهاجرين هنا نقطة تفضلت وذكرتها فيما يخص الهجرة اليوم تابع في المغرب ونراقب ألاف الطلبة الأفارقة ومن يعمل أيضا في المغرب وهذا شيء جميل لعبت المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك دورا مهما في تنزيلها على الأرض الواقح بالنسبة لموضوع الهجرة أنا أريد أن أؤكد على مسألة أساسية ربما يغفلهم جموعة من الباحثين والأكاديميين والخبار على هذا المستوى فحينما نركز على سياسات الدول ونركز على اختيارات الدول على مستوى ظاهرة الهجرة فالمغرب هناك حالة استثنائية حالة استثنائية لأن حينما نتحدث عن الدولة وحينما نتحدث عن اختياراتها على مستوى موضوع الهجرة فالمغرب قام بشيء الذي لم تستطع أعرق الدول الديمقراطية خصوصا في سياق دولي كما جاء في قصصتكم في سياق دولي يتجه نحو يعني يبتعد عن حقوق الإنسان ويركز العنف والقراهية المغرب في ظل هذا السياق العالمي المأسوف عليه يتجه أكثر نحو بعد إنساني على مستوى الهجرة هذا على مستوى اختيارات الدولة ولكن لماذا قلت بأنه المغرب استثناء على هذا المستوى لأن هذه طبيعة خاصة طبيعية للمجتمع المغربي المجتمع المغربي مجتمع منفتح بنى حضارته وبنى هويته على انفتاح على إفريقيا وانفتاح على العالم العربي وانفتاح على فضائه الأورم المتوسطي والمغرب من خلال قرون وقرون يعني ظل يمد يده للجميع وظل أرضا للتعايز تقبل بالجميع وتقبل بالتقافات وعلى أساس الاحترام المتبدأ إذن من هذا المستوى نقول بأن الأفارقة يتواجدون في المغرب إما بشكل قانوني والمغرب هنا يعني أنجز يعني أوراق الإقامة لأعشرات الألاف للأفارقة وكانت مجهودة كبيرة في هذا الباب كبيرة جدا قلت على أن أعرق الدول الديمقراطية لم تستطع أن تقدم ما قدمواه المغرب في ظرف وجيد هذا بالنظر إلى الإمكانيات فهناك دول لها إمكانية مالية ولها اقتصاد قوي قادرة على إدماج الملايين وليس الآلاف في مجتمعتها لكن المغرب بموارده المحدودة وبإمكانيته القليلة ولكن بإرادته السياسية وببعده الإنساني استطاع أن يقوم بما لا يمكن أن تقوم به دولة على مستوى مقدورات وحجم المغرب هذا من ناحية ولكن كما قلت على أن المجتمع المغربي كذلك هو عنصر أساسي على هذا المستوى المغرب مضياف المغرب كرماء فتواجد الأفارق الآن لاحظنا كيف أن الأفارق أصبحوا يندمجون أصبحوا يندمجون في سوق الشغل وهذا يقودنا إلى مسألة أساسية والمغرب هنا يقدم خدمة كبيرة لأوروبا لأن المغرب لم يتغير بشكل كبير من أرض أو نقطة للعبور نحو الديال الأوروبية إلى أرض للاستقرار فالمغرب الآن أصبح يمتس العديد من الأفارق التي كانت وجدتهم نحو أوروبا لكنهم يختاروا أن يستقروا في المغرب وهم يقومون بأنشطة مذرة للدخل ويتعايشون مع المغرب في سلام مسألة أساسية هنا يجب التركيز عليها وهو أن المغرب يجب طبيعة الحال في هذه الظروف وفي هذه السياقات ومن خلال هذه التراكمات أن يرفعوا صوته عاليا فالمغرب لا يريد أن يبقى ولا يريد من الشركاء الأوروبيين أن ينظروا إلى المغرب على اعتبار أنه ضركي لحراسة حدودهم فالمغرب يعني يقول لأوروبا الآن وهذا هو الأكيد أن أوروبا مطالبة بأن تسير مع المغرب نحو تفعيل شركات حقيقية في إفريقيا لماذا هناك تفاؤل مغربي تجاه إفريقيا يقول بوريطا هذا التفاؤل لأن المغرب يعلم جيدا على أن القرن الواحد والعشرين هو قرن إفريقي بامتياز فإفريقيا هي التي الآن تتوفر على غير مستنزفة كذلك يتوفر على رصيد من الرأسمال البشري المهم والحي وتتوفر على ترواته وتتوفر على كل إمكانيات التي ستجعلها قارة حاضرة والآن نحن نلاحظ كيف أن الدول الكبرى الجميع يريد أن يتجه إلى إفريقيا والمغرب على هذا المستوى يجب أن يظل حريصا على أن يكون هذا التوجه العالمي نحن وإفريقيا من أجل مصلحة إفريقيا ومن أجل صالحاته الدول نعم مع الأسف لم يبقى الكثير من الوقت في أقل من دقيقته لو سبحت أستاذ حسن في ظل المملكة المغربية بقيدة جلالة الملك لمجهودات جبارة فيما يخص الهجرة نجد أن بعض الدول لا ينخرطون في هذه المجهود أو في هذه المجهودات مطالبة هذه الدول أيضا أن تدخل في هذا الإطار كي تصل إفريقيا لما تفضلت باختصار شديد هذه الدول للمغرب ومن حسنات ومن فضل الله على هذه البلاد أنها بلد يعني بلد مملكة وهي مملكة بلد آمين وبلد هو مملكة وحينما يكون جلالة الملك هو الضامن وهو القائد لهذه الأمة فالأكيد أن سياستها الخارجية هي سياسة مستقرة قائمة على توابط القانون الدولي وعلى الاحترام وقائمة على كذلك على السلام أما في دول أخرى فأعتقد على أن هي سياسة حكومية والحكومة تأتي من هذا المسرب السياسي أو هذا المسرب السياسي وتكون هناك مزيادات لأن الآن نلاحظ بأن صعود شعبوية فداخل أوروبا يعتبرون على أن أزمة ما هي نتيجة على الهجرة وهذا لا يمثلون إلا نساب قليلة فالهجرة ماذا يمثل المهاجرون في أوروبا هي نسبة لا تتجوز 10 أو 6 أو 7% داخل المجتمع وبالتالي لا يمكن أن ننظر إلى أن هؤلاء هم سبب الأزمة فبالتالي كما قلت أن المغرب سياسته تابتة والسياسته الخارج تقوم على حكمة جلالة الملك ورؤية المتبصرة تمنى إن شاء الله أن تكون إفريقيا قوية في المستقبل بقيادة المغرب والأشقال أفريق شكرا جزيلا لكم وعليكم